نروح لتصريحات بقى كريستانو رونالدو هو أجر حوار هيزاع اليوم الخميس اللي جاي الحوار مدته 90 دي أتكلم فيها على كل الملابسات اللي حصلت من بداية الموسم لغاية اللحظة اللي عمل فيها الحوار وانتوا عارفينه كان فيه كلام كتير قوي على فكرة انه كريستانو هيرحل وانه تأخر على الادمام معسكر اليونيتد وانه علاقته متوترة بتنهاج لكن هو قالها صراحة من الحقيقة قالك انا ما بحترمش تنهاج قالها كده فيه طبعا التسريبات اللي طلعت من الحوار انه تنهاج احساسي وكلامها على كريستانو رونالدو انه تنهاج لا يحترمني وبالتالي مش مطالب ان انا كمان احترمه وردود الافعال الحقيقة على التسريبات او الحاجات اللي خرجت من حوار كريستانو رونالدو داخل ادارة مانشستر يونيتد كانت كبيرة كده وخصوصا طبعا انه بقى واحد من الاسباب اللي بتخلي غرفة او قط الليبس في المان يونيتد مش مستقر وكل التسريحات اللي طلعة من ادارة مان يونيتد بتودين حقيقة كريستانو رونالدو وبتقول انه سبب فيه توتر الاجواء في قط الليبس وسبب فيه عدم استقرار الفريق بعد ما نجح بعد ما نجح ادارة اليونيتد بعد سنين طويلة جدا من المعاناة انها توحد الجهود وتوحد الفريق مرة تانية وبالتالي اعتقد ان النتيجة الطبيعية وصيبك من قصة الغرامة لانه الغرامة حتى وان كانت مليون سترليني لن تؤثر بشكل ايجابي مع كريستانو رونالدو بالعكس هي هتزيد من الامر سوء وتوقعاتي انه رونالدو راحل راحل عن اليونيتد ولن يكمل الموسم في المان يونيتد والاغلب طبعا انه لن ينتظر انتقالات صيفية لكن غالبا طبعا هيرحل في المركات الشتوية او موسم الانتقالات الشتوية لكن